واحد من عباقرة الموسيقى استطاع أن يحفر اسمه بأحرف من نور في عالم التلحين حتى أصبح أيقونة فنية ومدرسة تدرس الموسيقار بليغ حمدي هو من موليد القاهرة السابع من أكتوبر عام 1931 أحب الموسيقى منذ صغري وتعلم عصف العود وأتقنه وعمره لم يتجاوز العاشرة ورغم ذلك درس الحقوق ومن بعدها التحق بمعهد فؤاد الأول الموسيقى ليتعمق في أصول علوم الموسيقى قدم العديد من الألحان لكبار المتربين فأول ألحانه لعبد الحليم حافظ قدمها من خلال أغنية تخنوم كما لحن لأم كلثوم العديد من الأغنيات التي حققت نجاحا باهرا وغيرها من نجوم ونجمات الوطن العربي اشتهر بسهولة وبساطة ألحاني الأمر الذي يجعل أي متذوق للموسيقى قادر على التفرق بين موسيقى وأي موسيقى أخرى يستمع إليها قام بتلحين جميع الألوان الغنائية من رومانسية لشعبية لوطنية لقصائد لدرجة الابتهالات الدينية مثل مجموعة ألحاني للشيخ سيد النقشبندي ومن أشهرها مولاي وأيضا أغاني الأطفال مثل أغنية أن عندي بغبغان كان مشهورا بنسيانه الدائب لدرجة أنه نسي موعد يوم زفافه وصافر إلى لبنان تزوج من المتربة وردة الجزائرية بعد قصة حب كبيرة أتهم في حادثة امتحار الفنانة المغربية سامير مليان عام 1984 والتي سقطت من شرفة شقة ولكن تمت تبريئته بعد ذلك وفي الثاني عشر من سبتمبر عام 1993 رحل بليخ حمدي بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 62 عاما تاركا رصيد فني عالق بالأذهان يراه البعض أنه مدرسة فنية لن يوجد مثيل لها حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر